شاهدين خبر اليوم مع تفاقهم البطالة الناجية عن الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا قررت الحكومة في باكستان تشغيل 63 ألف عاطن عن العمل للمشاركة في زراعة 10 مليار شجرة وهو مشروع برنامج بيئي كان أطلقه رئيس وزراء باكستان عمران خان في سنة 2018 لمواجهة الاحتباس الحراري ويتقاض العمال ما بين 5800 روبيا وهو ما يعادل تقريبا نصف رطبهم المعتاد مع طبعا إجبارية اتباع إجراءات السلامة كارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي ووفقا لمؤشر مخاطر المناخ العالمي لعام 2020 فأن باكستان هي خامس أكثر الدول تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري حيث تم تسجيل أكثر من 150 ظاهرة مناخية مقلقة من العام 1999 إلى حدود العام 2018 حيث شاهدت باكستان فايضانيت وسنوات جفاف أثرت بشكل كبير على الزراعات والمنتجات الفلاحية ومنذ بداية الحملة تم بالفعل زرع 30 مليون شجرة وتأمل البلاد في هذا العام الوصول إلى حدود زرع 50 مليون شجرة يعني تشغيل العاطلين عن العمل إلى هدف بيئي سار المشروع العشرة مليون شجرة هو مشروع فعلا أطلق عمران خان في عام 2018 وتزرعت منه أعداد كبيرة جدا جدا باكستان دولة تمتد من حدود أو امتداد جبال هملائي في الشمال وحتى المحيط الهندي جنوبا وبالتالي فيها جميع أشكال المناخ يعد موسم الأمطار فيها موسم خطر جدا لأنه بيأثر على كثير من المزروعات وعلى البنية التحتية وغيرها فمثل هذه المشاريع مهمة جدا أساسية تعتبر ويست رفاهية الآن هو وقت كساد بسبب الفيروس فاستغلال العاطلين توفير عمل لهم يعطيهم حتى ولو كان الآن ربما أكبر الشركات والمؤسسات في العالم أصبح تعطي نصف الرواتب أو خفضت من ميزانياتها وأصبح تعطي رواتب أقل لإستمرارية العمل فإعطاءهم نصف الرواتب توفير لقمة عيش لهم ومصدر دخل وأيضا زراعة الأشجار في وقت فيه فضاء أعتقد أنه فكرة زكية جدا صحيح الفكرة ذكية وقوبلت بالترحيب على كل أسئلة التواصل الاجتماعي مع أنه الخبر طبعا نحن شفنا عليه عدة أحداث كما ذكرت أنت من أول من عام 2018 من أول ما أعلن رئيس الوزراء عن هذه الفكرة تحديدا أن الناس بدأت تناقل في الخبر هذا ولكن بها الفترة مع أن الناس الكل تعاني من تفاقهم أزمة البطالة تشغيل العاطلين عن العمل وخاصة أنه الهدف هو هدف لمحافظة على الكون على البيئة وتوفير حتى لملاي يمكن البعض الزراعات والأشجار يمكن حتى أنه توفر نوع من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية إلى هالي باكستين صحيح بيقولوا بالانجليزي يعني أعتقد أنه في الوقت القادم نحن نسير في طريقة الإخضرار أكتر كان معنا تقرير من لبنان يتحدث عن الزراعة المنزلية والآن الزراعة هنا أعتقد أنه الوقت القادم حيكون فيه أهمية للزراعة بشكل أكبر بالذات أنه كثير من التقارير بتتحدث عن نقص أو أزمات غذائية مقبلة فأعتقد أنه الزراعة الآن والتشجير وغيرها من الأشياء التي ربما تراضي الكرة الأرضية التي نحن كثير جدا زعلناها هي حاجة كويسة صحيح المهم إن شاء الله أنه دائما يكون موجودة مثل هذه المبادرات لأنه بالحق بالفعل جيدة وتساهم أيضا في الحفاظ على كوكبنا نتمنى أنه مثل هذه المبادرات نشوفها تقريبا في كل الدول وإن شاء الله نزرع أرضنا ونحافظه على كوكب الأرض مشاهدينا فاصل أخير ونعود مع التدخين وأسباب ازديده وارتفاع مخاطره في زمن كورونا ابقوا معنا اشتركوا في القناة